سيد توم واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي من واشنطن أريد أن أطرح عليك نفس السؤال ما الذي تريده واشنطن من الهند في منطقة الشرق الأوسط هناك من يرى بأن سفر رئيس وزراء الهند من واشنطن ثم القاهرة دليل على دفع واشنطن للنيودلهي باتجاه الشرق الأوسط إن ضيفكم من الهند كانت دقيقة بأن الهند قد غيرت من سياساتها هي تبحث عن أصدقاء لها نفس المصالح وتخدم نفس مصالحها الوطنية تتصرف على هذا الأساس في الوقت الحالي الهند والولايات المتحدة لديهم اهتمام بشأن الصين والأعمال العدائية التي تحدث في بحر الصين الجنوبي وأيضا في منطقة المحيط الهندي وهناك قلق في نيودلهي وفي واشنطن بهذا الصدد ما التهديد الذي يمثله التواجد الصيني في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة؟ دور الصين في الشرق الأوسط هي عميل كبير للنفط والطاقة ثمانية ملايين برميل يوميا تقريبا الصين لديها مصلحة في تحسين العلاقات مع السعودية وإيران ودول أخرى تلك الدول التي تعتبرها محطة وقود بالنسبة لها وبالتالي من المحتمل أن نرى الصين تحاول لتحسين العلاقات على الأقل مع السعودية وأن تكون منفتحة تجاه أي تغييرات يعني ما الضرر في ذلك للولايات المتحدة إذا كانت المصالح متبادلة بين السعودية أو بين دول خليجية وعربية مع الصين لا الولايات المتحدة تعترف بأنه من أجل تحقيق السلام ما بين السعودية وإيران لابد أن يكون هناك وساطة من قبل الدولة يمكن أن تضبط العلاقات ما بين إيران والسعودية والصين لا تراب هذا الدور أيضاً الهند لديها علاقات اقتصادية لديها عمالة وافدة ولديها علاقات ومصالح في الشرق الأوسط وهناك تأثير أيضاً في الشرق الأوسط للسعودية وواشنطن تراب أن هناك رابط قوية ما بين دول الشرق الأوسط والهند وأيضاً مع بكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة